موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الحلقة الأولى الجزء الأول عرفنا أن الضوء رغم سرعته العالية فإنه ليس بند للمسافات بين النجوم وأنه يحتاج إلى سنوات ليسافر بين نجمين متقاربين ودل ذلك على الاتساع المعجز بين النجوم يا ترى ماذا يوجد بعد أقرب نجم إلينا؟ إلى أي مدى يمتد هذا الكون؟ وأين موقعنا منه؟ يقع نجمان الشمس في مجرة ضرب التبانة وهي تجمع نجمي على شكل قرص مستدير يدور حول محوره يبلغ قطره حوالي 185 ألف سنة ضوئية وسمكه في الأطراف يبلغ حوالي ألفين سنة ضوئية تحتوي مجرة ضرب التبانة على العديد من النجوم والتي تتراوح في أحجامها ما بين الصغير والكبير فهيا نذهب في رحلة لنتعرف على الفرق بين أحجام النجوم وموقع شمسنا منها نبدأ رحلتنا بكوكب الأرض حيث يبلغ نصف قطره 1 على 109 من نصف قطر الشمس يليه كوكب المشترى ونصف قطره 10 نصف قطر الشمس يأتي بعد ذلك تايد واحد أول النجوم في قائمتنا ونصف قطره 9 نصف قطر الشمس ويبعد عننا 400 سنة ضوئية ويسمى بالقزم البني بروكسيما شينتوري أقرب نجم إلى الأرض ويسمى بالقزم الأحمر ويبلغ نصف قطره 7 نصف قطر الشمس ويبعد عننا 4 وربع سنة ضوئية سيريوس A ويبلغ نصف قطره مرة و7 من 10 نصف قطر الشمس ويبعد عننا 8 و6 من 10 سنة ضوئية وهو أشد النجوم سطوعا في الليل والآن بولكس ونصف قطره 9 مرات نصف قطر الشمس ويبعد عننا 34 سنة ضوئية ويلقب بالعملاق البرتقالي يليه أركتورس ونصف قطره 25 مرة نصف قطر الشمس ويبعد 37 سنة ضوئية وهو من نوع العملاق الأحمر والآن ريجل ويبلغ نصف قطره 79 مرة نصف قطر الشمس ويبعد عننا 860 سنة ضوئية ويلقب بالأزرق الهائل العملاق ثم يأتي دنب ويبلغ نصف قطره 203 مرة نصف قطر الشمس ويبعد عننا 2600 سنة ضوئية ويلقب أيضا بالأزرق الهائل العملاق الآن بيستول ونصف قطره 435 مرة نصف قطر الشمس ويبعد عننا 26000 سنة ضوئية ويلقب بالعملاق الأزرق المفرط أما الآن فيأتي أنتارس ويبلغ نصف قطره 700 مرة نصف قطر الشمس ويبعد عننا 550 سنة ضوئية ويلقب بالعملاق الأحمر الخارق وبعده يأتي بتل جيوس ونصف قطره 950 مرة نصف قطر الشمس ويبعد عننا 640 سنة ضوئية ويلقب أيضا بالعملاق الأحمر الخارق نشاهد الآن في واي كانس مايورس ويبلغ نصف قطره 1420 مرة نصف قطر الشمس ويبعد عننا 4900 سنة ضوئية ويلقب بالأحمر العملاق المفرط وقد كان هذا النجم أكبر نجم في مجرة ضرب التبانة حتى العام 2012 الآن يأتي دور أكبر نجم أعرفناه حتى الآن في مجرة ضرب التبانة ويدعى يو واي سكوتي ونصف قطره يبلغ 1700 مرة نصف قطر الشمس ويبعد عننا 4200 سنة ضوئية يا ترى شايفين النقطة الصغيرة اللي تحت كلمة سن على الشمال أهو ده حجم الشمس الحقيقي بالنسبة ليو واي سكوتي تحتوي مجراتنا على عدد من النجوم يقدر من 100 مليار إلى 400 مليار نجم وتتركز النجوم في مجموعات على شكل أذرع متفرعة من المركز تقع الشمس في ذراع أوريون ولا تكاد تراه من الإزدحام النجمي حولها وتتم الشمس دورة كاملة حول المجرة كل 240 مليون سنة نرى هنا صورة الشمس في مربع طول ضلعه 40 سنة ضوئية وحولها النجوم القريبة منها مثل بروكسيما شنتوري ألفا شنتوري وسيروس لوقت قريب لم يعرف الإنسان عن وجود نجوم خارج مجر الدرب التبانة وكان الكون بالنسبة لنا هو المائتين مليار نجم التي نراها أمامنا الآن وهو عدد ضخم ومعجز في حد ذاته لو اختصر الكون عليه ولكن تأبى إرادة الله إلا أن تري الإنسان كلما زاد علمه واتسعت آفاقه إعجازات تزيده تضاؤلا أمام قدرة الله وجلال صنعه ويعود الإنسان بعد أن ظن أنه قدر على شيء لواجه حقيقة أنه فقط ازداد يقينا بقلة علمه تطور المناظير والقياسات زاد من قدرة الإنسان على سبر أعماق الكون السحيقة فتعالوا معا نشاهد لقطات من تلسكوب هابل الذي يدور في مدار يبعد خمسمائة كيلو متر عن الأرض وكيف يبدو الكون من خلال عدساته كل نقطة مضيئة نراها على الشاشة ليست نجم واحد بل هي مجرة كاملة تحتوي على ما يزيد عن مئة مليار نجم متخيلين مدى السعة؟ كلما كبرنا الصورة كلما ظهرت لنا مجرات أبعد وأبعد حتى أعيان البصر ولا يصف حالنا مثل وصف الله تعالى له بسم الله الرحمن الرحيم فارجع البصر هل ترى من فطور؟ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير هذا الاتساع المخيف هل علمنا له من نهاية؟ هل علمنا له من حدود؟ ينمغي لنا عند التطرق لحجم الكون أن نفرق بين الكون المرئي أي الكون الذي تمكننا من رؤيته بمناظرنا على مدى تطورها حتى الآن والكون الذي يقع ما وراء هذا الكون المرئي والذي لا نستطيع إلا التنبؤ به حسب آخر ما اكتشفناه عن نشأة الكون الكون المرئي عبارة عن كرة تقع الأرض في مركزها ويبلغ نصف قطرها ستة واربعين مليار سنة ضوئية وهذه أقصى حدود رؤيتنا أما الكون كله فيزيد عن حدود رؤيتنا بكثير فبناء على آخر وأدق دراسات لمشاهدات ومعادلات نظرية الانفجار العظيم فإن الكون الكلي لا يمكن أن يكون أقل من خمسمائة ضعف خمسمائة ضعف الكون المرئي ويمكن أن يزيد عن ذلك بكثير بما لا يعلمه إلا الله فدراساتنا تقدر الحجم الأصغر للكون الذي لا يستقر الكون إلا بتحققه لكن حجمه الحقيقي لا يزال خافيا عننا حتى الآن وقد لا نكتشفه أبدا يعني لو الكون المرئي والذي يبلغ قطره 92 مليار سنة ضوئية يمثل مليمتر واحد في هذه الصورة فإن أقل حجم للكون الكل هو كرة قطرها 50 سنطي وتمثل كوناً قطره يبلغ 46 تريليون سنة ضوئية هذه يا مشاهدين الأحباب حدود معرفة الإنسان بحجم الكون وهو حجم لا نستطيع إلا أن نسجد لله رهباً ورغباً أمام ما نراه من عظمة ربنا الخلاق هنا نكون قد وصلنا إلى آخر حدود علم الإنسان عن اتساع الكون وامتداده إلى مسافة لا تقل عن 23 تريليون سنة ضوئية من كوكبنا الأرض الذي يقع حرفياً وأعيد حرفياً في مركز هذا الكون المعجز في الاتساع كما أثبتت ذلك القياسات الحديثة والتي لا يتطرق إليها الشك وسنفصل ذلك في حلقات قادمة إن شاء الله ولكن ماذا عن حلقتنا التالية؟ عن ماذا سنتحدث فيها بعد أن وصلنا لحدود الكون المرئي؟ وما وراء حدود الكون المرئي؟ هذه المرة سنعكس اتجاه الرحلة فبدلاً من الصعود إلى الأكبر والأبعد سننكمش في رحلة إلى الأصغر والأقرب إلى عالم الثرة ومكوناتها وأعاجيب الكم ومجالاته وكيف تولد المادة والمادة المطاطة من عدم فتلاشي بعضها البعض في أجزاء من أجزاء من الثانية عالم غريب وعجيب ورحلة ليست فقط أمتع ولكن للمفاجأة هي أيضاً أبعد وأعمق من رحلتنا إلى حدود الكون شكراً على متابعتكم ونراكم في الجزء الثالث إن شاء الله السلام عليكم